السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ومشاهدين على قناتنا قناة تربية وتسمين الاغنام من العلف الالياء نزلنا مبرح فيديوين الإجابة فيديو رقم 16 والفيديو رقم 17 بس أنا نسيت أوقف التعليقات في الفيديو رقم 16 ففي واحد بس بعد سؤال هنجاوب عليه الأول وبعد كده نبدأ في فيديو الإجابة رقم 17 نحن انتهينا هنا اللي هو السؤال النعجة البرئي بتولد مرة واحدة في السنة ده كان آخر السؤال ففي واحد كتب سؤال نسيت ألغي تعليقاته هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم عندي نعجة معها توقم وهي عشار الشهر التاني الصوف ينزل لوحده وعمره عمر الولدة شهر ونص يا أخ أحمد في حاجة غلط يعني عمر الولدة شهر ونص وهي عشار شهرين مينفعش يعني عشرت قبل ما تولد أو انت كاتب السؤال في حاجة غلط المهم انت سؤالك على الصوف بيقع وبتقول فيها ديدان أفضل طريقة للعلاج وتغذية كويسة أنا من سوريا منحة التغذية والأعلاف ارجع لفيديو الأمهات الطريقة الصحيحة لبداية مشروع الأمهات هتعرف الأمهات بتتغذى على إيه وفي فيديو تاني أفضل وقت تحتاج فيه الأمهات أهم وقت تحتاج فيه الأمهات للتغذية برضك رجع الفيديو ده هتعرف الوقت اللي محتاجة فيه تغذية كويسة لو الشعر بيقع عند الخلفة الموليد لانا مش شعر بيقع من أمه ولا من الخلفة الموليد لو بيقع من الموليد الموليد يبقى عندها سوء تغذية عمر شعر ونص لسما بيجلهاش ديدان ولكن أكيد عندها سوء تغذية بمعنى ممكن يكون كان عنده إسهال ممكن يكون عنده إسهال شديد وخف من الإسهال الإسهال بيعمل معاه ضعف بسبب نقص الأملاح اللي بيحصل بسبب الإسهال يعني لو الموليد اللي تصوف عند الموليد فهو سوء تغذية أو ضعف بسبب نقص الفيتامينات والأملاح محتاج إبر مالتي فيتامين حق مالتي فيتامين وتغذية كويسة ولو كانت عند الأمهات عند الأم يبقى الأم ممكن يكون عندها ديدان كابدية بترفع جفن العين وتشوف الشرايين بتاعت العين لونها أزرق يبقى عندها ديدان كابدية بتاخد أي علاج للديدان الكابدية طبعا في مصر وانه يسمع انه يسمى فاشوليت فاشولار مخصوص للديدان الكابدية مافيش ممكن تحقن ايفو ماك الصوبر الايفو ماك الصوبر برضك بيقضى على الديدان الكابدية بس انت لما تبقى عارف ان المشكلة في الديدان الكابدية يفضل تشوف دواء مخصوص للددان الكابدية التخزية طبعا تلك راجع الفيديوهات ده كده كان السؤال قبل مرة نوقف التعليقات على طول كده عشان طبعا محدش يعلق حتى لو احنا تخشوا في فيديو اللي جاي برقم 17 السؤال الاول عايز دراسة جدوى اقتصادية لتسمين 10 خرفان برق وزن 25 مدد 4 شهور والله في دراسة انا عملها على الفيس بس طبعا الاسعار كل سنة عاوز تعمل دراسة جدوى عشان تغيير الاسعار فانحاور ان شاء الله نعملها ولو قدرت نعملها النهاردة بإذن الله هنعملها هناخدها من على الفيس ونعدل فيها الارقام بالكامل ونشرحها ان شاء الله على في فيديو ان شاء الله هنحاول يكون النهاردة بإذن الله عندي جيدي اتولد اعمى رغم عينيه عادي ولا يعرف يرضى امه لو هو اعمى يبقى كده نازل فيه عيب خلقي هو نازل معيوب كده مالوش علاج هو نازل فيه مشكلة لو هو نازل مولود اعمى خلاص بكده هو هيبقى عمى عينيه تبقى صافية وتامية تعمل كل حاجة بس ممكن يكون هو عيب خلقي فيه نبض الجنين بينبض في بطن الام بعد كام يوم من العشار في المعز نبض الجنين اللي كنت بجيب الدكتوري جيس عمر خمسة وعشرين يوم بالصنار بس داخلي سنار داخلي وكان النبض بيبقى باين عمر خمسة وعشرين تلاتين يوم النبض بيكون شغال عمر حوالي تلاتين يوم يعني ساعات كنت انجس بدري بس هو وقت الجس المفروض يعني حتى داخل او خارجي المفروض ما يقلش عن خمسة واربعين يوم عشان تبقى النتيجة مزبوطة لانه ممكن يكون هو صغير كده ما يشوفوش ولكن من عمر تلاتين كان بيظهر النبض على الشاشة بشماندس فضل الله يبرك فيك الله يبرك فيك وإياكم إن شاء الله متابع للقناة من اول فيديو بنستفاد كتير الله يبرك فيك يا اخ احمد مجدي اقوى حقا للتسمين والسرعة التحويل في الاغنام والمعز بس تكون مش حرام لا ما بعتمتش على اي ادوية نهائي للتسمين ولا اي حقا نهائي ما بعتمتش على اي حوان فقط حالة خاصة كان مريض ضعف شديد ما بحقنش اكتر من المالتي فيتامين اللي هو مجموعة فيتامينات فقط لا غير والكفوزان اللي هو عبارة عن فوسفور فيتامينات فقط لا غير يعني اذا حقنت وتبقى حالة فردية انما غير كده ما بحقنش نهائي الغنم بالكامل اكتر من اني بدي جرعة الديدان اتخلص من الديدان اتخلص من طفلات الداخلية والخارجية بالكامل عشان العلف بتاعي يكون رايح في اللحم وتشتري الخروف متأسس خروف متأسس خروف شبعان لبن وعلفة مصبوطة الخروف بيطير معاك ما شاء الله زي الطيارة تبارك الله يقوم معدل التحويل الممتاز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي معز طرحت يوم السبت ماشي كانت عشر تقريبا عشر الثلاثة للعلم ابنها الولادة اللي فاتت لسه بيرضعه بتقفل وحدها اللي بيرضع ده كان اول ولادة لي عشرت عليه على طول ما طورتش الضرع فاضي مفيش لبن ارجو الافادة ما انت بتقول هي طرحت يعني انا مش بهم سؤالك ايا كانت عشر والد الاولانية وكانت عشر تلات شهور وبناء الولادة اللي فاتت كان لسه بيرضع وكان ده كان اول ولادة لي عشرت عليها على طول ما طولتش الضرع فاضي مفيش لبن ارجو الافادة لا ما هو عموما كده كده عمر ثلاثة شهور يعني ما بتعشرش مباشرة ما فيش حاجز ما بتعشر مباشرة وبطول كانت عشر ثلاثة شهور يعني مع اقل حاجة عشر بعد شهر خمسة وعشرين يوم شهر دي حالة بتبقى نادرة خليها عشر بعد خمسة وعشرين يوم يعني عنده اربع شهور المولود يعني يطفطم خلاص كان في مرحلة جفاف اللبن هو في الشهر الثالث طبيعي بتطفطم طبيعي تقريبا في حدوء الشهر الثالث الثلاث ونص بتطفطم طبيعي لما يطفطم طبيعي فده الطبيع ان اللبن ينشف قطط في معاد نشفان اللبن عندي غرف عمر سبعة شهور بكح كل شوية لو الكحة نشفة كحة جامدة وكحة نشفة فعاوزي تحين تايلوزين سنطي لكل واحد سنطي لكل عشرة كيلو عضل مرة واحدة ان شاء الله بيخف بعد يومين اذا كان فيه لسه بتعيد الابرة بعد يومين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خاضرهم سعر اللحم في مدينتنا الف دينار جزائري وسعر الخروف المفطوم عشرين كيلو الى خمسة وعشرين كيلو من سبعة عشر الى من سبعة عشر الف دينار الى عشرين الف والسعر العلف مركز بروتين جيد ستة الاف خمسمة دينار جزائري ينفع داخل خرفان تسمين ولا لا وجزاك الله خيرا اخي سعود معلش هتنتظر عشان احسب لك وحول لك العملات بس الاول اكد لي عشان بس في نقطة هنا سعر اللحم في مدينتنا الف دينار يعني سعر الكيلو سعر الكيلو الخروف حي الف دينار ولا سعر سعر الكيلو حي الف دينار ولا سعر اللحم المدبوح ما انا وضح لي بس النقطة دي اكتبال في تعليق وانا ان شاء الله هنرد عليك بإذن الله في الكتابة هنرد عليك كتابة بس طبعا عاوز حسبة نحسبها ونرد عليك كتابة ان شاء الله بس انت اللي عاوز منك تكتبوا لي دلوقت تكتب لي للاسف طبعا انا بعد ما خلص هنوقف التعليقات على الفيديو ده على المهم اممكن هننزلها لك في فيديو كده هنشوف دلوقت هنرد عليك بطريقة او باخرى عشان بس منطولتش وقت الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمعت احسن مواعيد شراء وبيع الاغنام الامهات وقدر التسمين في المصر والافضل شراء الوالد ام العشار لان عندنا الوالد غالي وشكرا جزيلا افضل مواعيد دي على حسب المعاد اللي انت هتطلع فيه انت هتبيع في رمضان هتدخل عبر رمضان باربع شهور خمس شهور هتبيع في ليل هتدخل عبر العيد باربع شهور خمس شهور مش خاصة احسن مفيش معاد احسن معاد في السوق ولكن بيربطك السعر حاليا الاسعار مولع نار ما منصحش اي حد يدخل اي غنم تسمين خالص الغنم مولع نار الزغيرة الانية المفاطيم مولع نار والعلف مولع نارين مش نار واحد واللحم مش غالي ما يعتبرش غالي البرقي حاليا عندنا بستين جني الكيلو اي من جملة فيعتبر اهل حاجة كان مفروض يبقى بخمسة وستين سبعة وستين يعني حاليا على الاقل على الاسعار العلف واسعار المفاطيم الغالية دي المفروض يكون بخمسة وستين سبعة وستين جملة ولكن ما فيش الكلم ده فهم ما نصحش تدخل اما من احد الافضل شرع الولد اما العشار اه اه ده بده نسبة للتسمين بنسبة للامهات ما تفرقش في اي وقت عاو ستدخل دخل مش هتفرق يعني الامهات ان الامهات لسه دورة على ما تعشرت ولد اذا كنت جبتها فضيئة ولكن الافضل في شرع الامهات تشتريها والدة اي نعم سعرها غالي ولكن الافضل انك تشتري والدة لعدة اسباب رقم واحد من اول ما بتجيب المشروع بتاعك شغال يعني من اول ما بتجيب جبت امهات والدة عمر شهر شهر ونص شهرين خلاص شهر كمان رضع واللحاجة وبتفطم وبتدخل تسمن او بتروح تبيع يبقى انت المشروع بتاعك دخل على طول دخلت في المشروع مباشرة مش لسه هتستنى فترة الحق ع شهر على عامة عشر مثلا وخمس شهور حمل ولسه ثلاث شهور فطام هتلاقي نفسك بنبيع عاخر السنة ولكن دي دخل في المشروع من اول بس رسمياله بتكون متحاجة رسميال عالي دي رقم واحد رقم اتنين ان انت بتشوف الام الخلفة بتاعتها بتنقل الام اللي خلفتها كويسة الساقو مزبوط يعني النتيجة بتاعت الولدة موجودة قدامك مش لسه تاخد حاجة ممكن تاخدها يكون فعلتها برحم ما بتعشرش ممكن يكون فيها مشكلة ممكن يكون فيها مشكلة عندها مشاكل مثلا زي البروسيلا ولا حاجة بتسقط ممكن تكون الضرع بتاعها ما فيهاش لبن الضرع فيه تليف ما فيهوش لبن او من ناحية واحدة مثل اللي فيها لبن كل ده انت بتشوفه هي والدة بتشوف الضرع الناحيتين فيهم لبن والخلفة قدامك وبتنقل ساقو اللي خلفتها وحشة لا انت بتشوف طبعا الخلفة قدامك انها مولودة دي كلها مميزات الولدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنكم السلام ورحمة الله وبركاته رجل وفيك الله وبركاته هل وضع العسل الاسود على العلف والتبن امام الغنم له فايدا الغنم ام لا وشكرا طبعا العسل مفيد جدا 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 يعني ممتاز طاقة وغنب الفيتامينات والمعادن ممتاز بيضاف على المكمورة اللي هو السلاج عشان لتحسين القيمة الغذائية بتاعته وعادي وحطته على التبن وعلى العلف وتقلبه كويس لغلا بتاكل مافيش منه اي مشكلة ان شاء الله في حالك الحمد بالله الله وبرك فيك شو علاج التنزيل المتكرر مع اني احافظ على التغذية وهل هناك حد المشكلة التنزيل يتم على عمر شهرين بنفس الوقت مرتين لكن لا يوجد فيه التهاب بتاتا انا مش عارف لو بتقصد اخا محمد التسقيط يعني انت بتقصد بتسقط على طول هي تسقط مرة المرة التانية سقطت تستسنى مباشرة دي 100% عندها بروسيلا عندها بروسيلا سبب السقطة المتكررة البروسيلا ما بتأثرش على الصحة الغرمة بتبقى أو المعزة بتبقى بتاكل وتشرب تمام التمام ما فيش فيها اي مشكلة فقط لا غير تسقط دي مشكلتها تيجي في الشهر التاني في الشهر التالت تسقط هيا دي مشكلة البروسيلا ما بتأثرش على الصحة الحيوان السليم صحيح كل حاجة والضرق والرحم السليم بتعمل اشياء الرحم السليم ما فيش اي مشكلة فيش اي التهابات فلو سقطت مرة والتانية على طول بتستسنى دي ما لهاش علاج بتبقى بتروح لحم عندها بروسيلا ما بيظهرش غير بالتحليل ما بيظهرش بالاشاعة ما بيظهرش غير انك تروح تحليلها في الوحدة يقولك عندها بروسيلا ولا لا خروف صغير جاله جدري اديت له فيت بي ومضاد ضحاوي وغرقت جسم وغرقت جسمه بتنر زي البنزين كده وبعد كده رشيت مسجنتيانة وخف بعدين بعد فترة حوض العين لقيت الجفن داير ما يدور العين مرض جلدي يا ترى ايه اللي عنده اخر مرة شفته كان بارك على الارض مش قادر يعطيناه للأسف ايفرماكتين عضل بعد يومين العامل بيقولي لحقناه ودبحناه الخروف بالنسبة للجدري للأسف او اذا تمكن منه بالذات الجدري المائي فيه جدري مائي فيه جدري اللي هو العادي بيبقى حب صغير فيه جدري مائي الحب بتكبر وبتتعب ميا عرض طبعا جدري ارتفاع في درجة الحرقة انا كان المرة عندي خروف حوالي خمسة وعشر كيلو وكان نفس نظام جدري مائي عنده جدري مائي ترتفع درجة حرارة تحط الغنم العلف للغنم الغنم كلها تأكل إلا هو حرارته مرتفعة اديله ديكلفين تنزل حرارته يخش يأكل يوم اتنين تلاتة على هذا الوضع اديله خفض الحرارة يخش يأكل ولكن لغاية ما الجدري جه في بقه في وشه وشه كله ورم الوش بالكامل ورم واصبح ما بيعرفش يأكل حتى لو ديته خفض الحرارة مش عارف يأكل بعت الواحد خده يدبحه ولا خده بقى زي ما يتصرف فيه كان هو يسوأ الف كنت أنا شاريه لسه شاريه الف وسبعمائة جنيه خده مش عارف بربعمائة جنيه ولا بكيه فالجدري المالي للأسف هو الجدري عموما ما بيأثرش في نسبة الوفيات جامدة ولكن بيأثر معاك في كده يعني ممكن يرجع الغنم وراء بسبب الحرارة بسبب لو جه الجدري في الوش وبسبب صعوبة المدغ صعوبة حركة الفك فبالتالي بيرجع لك القطيع وراء إنما نسبة الوفيات فيه بتكون ضعيفة وميكسب وفيات عالية يعني الجدري بس بس الحمد دي كانت حالة فردية والحمد لله يعني ربنا ما قدرش ويعتبر الخروق كأنه مات يعني فده ممكن يكون عندك كده جاء الجدري جيم يتمكن منه فهو عموما الجدري مش ناقص الايفورماكتين بيتعب أكتر يبقى هو عنده جدري وإنت اديته ايفورماك زيت الطين بلا يعني هو الخروف بينازع من الجدري فهو المفروض الجدري ده تعالج خلاص الحب اختفى مقويات تديله قويات مالتي فيتامين كالسيوم طبعا مالتي فيتامين فتح شهية ومقوي عام كالسيوم فصفور الحاجات دي وتغذية كويسة بس لكن ما نفعش تديله ايفورماك وهو طالع من مرض لسه فترة النقاها بتاعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندي معزة والدة وفطمت عيالها وبعد اسبوعين عندي معزة والدة وفطمت عيالها وبعد اسبوعين تضر نشف بس بتقفلهم يرضعوا مسكتها ولقيت فيها لبن بسيط اوي اعزلها عنهم ولا اعمل ايه وانا منطط عليها مفيش اي مشكلة عادي سيبها طفط بطبيعي مفيش اي مشكلة المعيز في الصحرة ولا في المرعة ويبقى وراهم خلفتهم وبيرضعوا وهي عشار مفيش اي مشكلة وكانت عندي المعيز عشار عشار شهرين ونص وابنها ما شاء الله بيرضع فيها مفيش اي مشكلة خط هي بتفطم طبيعي لما اللبن ينشف طبيعي ابانا بيوصل لمرحلة في العشار ثلاث شهور تقريبا لبنها ينشف او ثلاث شهور ونص ما بتقفلهمش طبيعي هي بترضاش تقفلهم اصلا خلاص فعادي تفطم طبيعي فيش اي مشكلة ان شاء الله سيبهم عادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو سمحت حضرتك عندي ما عزة بتمشي رجلها الاثنين اللي قدام مفتوحين وتحس انها ملاخلاخين وتقع وتقوم واحد غنم كلي عندها مرض الكتاف ما هذا وماذا يفعل كاله وخيرا لقوا رجلها اللي قدام مقواصين اواصط زي الكساح عند الاطفال بين ادمين يبقى دي عندها ناقص كالسيوم ووسط لمرحلة انها مش قادرة توقف على رجلها دي عندها ناقص كالسيوم هتجبلها حاجة اسمها ديكال 12 شرب ديكال 12 شرب بشري وعتقى بس انت حاوزنا عمرها هادي ولا معزة ماشي يا معزة هتديها لو هي المعزة كبيرة هتديها كل يوم 20 سنطي المعزة الليلة هتديها مثلا 15 سنطي في البق كل يوم من لغاية ما تخلص العلبة العلبة بستة جنيه تقريبا بتمانية جنيه حاجة زي كده العلبة رخيصة يعني 120 ملي هتديها كل يوم 20 سنطر او المعزة كبيرة اللغاية ما تخلص العلبة ان شاء الله هتريج لها هتتعدل وهتمشي كويس باذن الله اما لو هو مرض طبعا اللي هو اعتبر مرض عصبي لو فيها مشكلة عصبية في حاجات بتيجي زي زي شلل الاطفال كده تبقى اعاقات دي ملهاش علاج انما ان شاء الله هي هيكون عندها نص كالسي ومبالذات ان رجلها مقواصة مفتوحين يعني مقواصين عملة زي القصين كده رجلها كأنها قصين ان شاء الله تبقى نص كالسي بجدال ده وان شاء الله عاوز تاني ممكن لو حاجة تانية لو كانت اعصابها ضعيفة في حاجة اسمها ألترا بي ألترا بي بشري بردك حوان فيتامين بي حوان فيتامين بي طبعا دي كالة 12 ده فيه بردك فيتامين بي فيه فيتامين بي 12 عشان يقوى الأعصاب كالسيوم ومقوى الأعصاب بس ممكن تديها إبرة ألترا بي بشري عشان تساعد في تقوية الأعصاب لو أعصابها ضعيفة إن شاء الله هتمشي معاك كويس السلام عليكم معكم السلام عليكم ورحمة الله بركاته وعندنا عجل عمر 9 شهور هلز العمر مناسب للعشر ولا أستنى شوية إن شاء الله العمر مناسب يعني لو حجمها حلو فردت حلو كويسة دخلها 9 شهور 10 شهور إن شاء الله كويس بإذن الله عندي 2 خروف صغيرة عمر شهر وبدأوا في الأكل وبحطوا له معلفة كسرفول ويعيش وردى ما هي وزن العلفة لهم ما هي الإضافات اللي ممكن أضفها على العلف لو الخروفين بيرضعوا عمر شهر وبيرضعوا ما فيش أي مشكلة مش لازم تحط الكمية لأنه ما بيتلكمش إن شاء الله الخروف أول ما بيدور على العلف وبيرضع منهم وأول ما يبدأ يدور على العلف تحط له العلف مش يتمار مطوية عب ويجوع ويكبر في السن وضرح فاتت له وتفاتح له العلف يتلكم يموت طالما هو بيرضع معتمد اعتماد كله على اللبن وشبعان من اللبن وأول ما بدأ يدور على العلف حطت له العلف ما بيتلكمش ما تخافش حط له أي كمية وتشيل الباقي ما فيش أي مشكلة مش لازم تحط له بمعيار يعني بعد كده لأنه حاليا معتمد على اللبن أمه بنسبة 100% حيبدأ يتنقص اعتماد اللبن لأنه جسمه كبر ومحتاج اللبن أكتر وأمه ما فيش لبن من زيادة مش مكفيها فبيبدأ يجيب النقص عن احتياجاته من اللبن يجيبه من العلف يعني هتبدأ زيادة ممكن يأكل في اليوم 100 جرام 150 جرام وبعد كده يبدأ 200 جرام 250 لو هو مثلا وزنه 10 كيلو العشرة كيلو المفروض لو هو معتمد اعتماد كل على العلف المفروض ليه 300 جرام علف لكن هو مستحيل يأكلوا 300 جرام علف في اليوم لأنه هو معتمد على اللبن اعتماده يعتبر كمية في المية مبارح كأول يوم ممكن ما يأكلش 50 جرام ما يأكلش 50 جرام اللي بيجي منين من اللبن يبدأ الجسمه كبر ومحتاج لبن اكتر بس أمه لبنها مفيش زيادة عن كده يبدأ هو يزود في العلف يأخد مثلا 50 جرام 100 جرام 150 200 250 لغا ما يوصل الكمية المناسبة لوزنه يبقى في الحالة دي تقدر تفطمه من أمه فاطم كامل بدون ما يأثر عليه نهائي هل ممكن أعمل عالفة طبعا بالنسبة للإضافات طالما بيرضع من أمه عادي جدا ممكن ما تحطش إضافات بياخد الإضافات بتاعته من اللبن عادي ولكن عاوز تعطي الإضافات اللي هي بريميكس والخميرة بريميكس وخميرة هل ممكن أعمل عالفة من الضرب الكوالح وطبعا لو كان مفتوم بلنسى لو اتفطم ده صغير لازم 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 كربونات الكالسيوم مسحو الحجر الجيري بودرة البلاط على الأقل 10 كيلو عطن إنما لو بيرضع مش لازم خلص بياخد الكالسيوم بتاعه من اللبن هل ممكن أعمل عالفة من الضرب الكوالح مع الرضة وكسر الفول للتسمين ممكن بس الكوالح حاول تطحنها ناعم عشان لو خشنا الغنم مش هتأكل وما هي نسبة البروتين في الدرة بالكوالح والله يا جماعة اللي عاوز يعرف نسبة في الدرة بالكوالح يفرط 100 كيلو درة ويقول لي 100 كيلو درة بالكوالح عملوا كذا كيلو درة صافي ووزن الكوالح قد كده عشان أعرف أحسب لك لأن الكوالح دي يعتبر ألياف إذا كان فيها 1 أو 2% ما مفاشل عن نسبة البروتين إنما الدرة هي اللي فرطت البروتين 9 فعاوز كم كيلو درة صافي يا أخي علاج العين فيتامين ألف زايد برسيم أخضر فقط لمدات خمس أيام شكرا والله يا أخت فاطيمة ده الكلام ده لما يكون ضعف في البصر إنما عاوز فيتامين ألف آه فيتامين ألف معروف بأول نظر ولكن لمدات اللي تصد اللمون يعني نقط لمون مفيش مشكلة دي أدوية طبيعة فيه مياه بملح بنقط مياه بملح بس الالتهاب لو جه الالتهاب العين لو تقصدي على الالتهاب العين لنزل فيديو الالتهاب العين ونزلت النتيجة الثاني يوم يعني مش محتاجة كلام مش محتاجة كلام وجدال أنا نزلت الفيديو بالليل ووريتكم عين الخروف تعبين إزاي واستخدمت أطرة بشري مرة واحدة ونزلت فيديو الثاني يوم ووريتكم عين الخروف العينين اللي التنين التنين عمين إزاي مش محتاجة لفيتامين ألف ولا محتاجة خمس أيام لمون لمون في العين مش خمس مرة واحدة وحاب بتأكد طبعا بتدي يوم كمان رغم أن عينه خفت بتدي له يوم كمان عشان تتأكد إن الميكروب اختفى من العين لو تقصدي التهاب العين فده عن تجربة أنا الفيديوهات عملية مش كلام نظري أنا نزلت فيديو العين من التهبة بالليل وتاني يوم الصبح عطرت رب مقصد المدخلة لو بتذكري طريقة كمان ما فيش مشكلة في ناس بتستخدم لمون في العين في ناس بتستخدم ملح الميب ملح في ناس بتستخدم سكر ده كله ذكر في التعليقات لكن الميب ملح دي أنا بستخدمها عادي بس لو المرحلة متقدمة في العين ما بتعملش هاي الميب ملح ودي عن تجربة برضا لو العين ملتهب التهاب متقدم الميب ملح بتعملش نتيجة لكن تعمل نتيجة في الالتهاب اللي في البداية سبب تأخر الحمل برغم وجود تيس مع الماعز وهل قبل اكمال السنة عشر او حداشر شهر يتم عش المولودة وصغر حجمها يؤثر على حملها طبعا انت لما بتيجي اول حاجة تأخر الحمل تأخر الحمل ممكن يكون عندك التس في مشكلة دي رقم واحد ممكن تكون المعيز بتاعتك معيز موسمي انا مش عارف نوع المعيز بتاعتك ايه المعيز بتاعتك موسمي بتعشر موسمي موسمي في مواسم معينة زي المعيز القبرصي والمعيز الحجازي ممكن تكون عندك المعيز سمينة زيادة عن اللزوم فيه دهون على المبايض بتسبب صعوبة الحمل ممكن يكون عندك سوق في التخزية بسبب سوق التخزية بيعمل في خفض الخصوبة بيأثر على الخصوبة جامل الخصوبة بتكون منخفضة في المعيز بيسبب صعوبة الحمل كل دي أسباب شوف التقيل مشكلة عندك وعالجها صغر حجمها طبعا وبالنسبة للربعية الصغيرة اللي هي عمر 10 21 11 شهر لو حجم انت طبعا عشان تنقي أمهات بتتنقي على الحجم بتختار الحجم المناسب الحوض العريض عشان تبلد لك كويس حجم كويس عشان لو جاب التوائم متأثرش عليها وطبق صحيحة كونسا تقدر تغزي التوائم فانت بتنقي الحجم لو هي عمرها حتى سنتين وصغيرة دي وحشة بتبقى بتستسنى متخلاش تعشر أصلا إنما الحجم الصغير ده ممكن يأثر ممكن يأثر ممكن يأثر عليها لو حجمها صغير دي المفروض تستسنى متدخلش تعشر أصلا لو حجمها صغير عن اللزوم السلام عليكم حسنا وبركاته جزيك ألف غير ومشكور مغسرت الله يبارك فيك يا أخ مختار السلام عليكم السلام وبركاته أخي العزيز معك حسن من عراق أهلا وسهلا بيك ممكن معرفة كمية العلا في كل خروف من المواد وحسب كل نسبة من النشويات والبروتين والمواد نورة صفرة وشعير ونخالة نورة صفرة وشعير ونخالة وحب أو كس بدوار الشمس وفول الصوية إذا توفر وهل يفيد طمر مطحون العلف آخر حسؤالك وهل يفيد طمر مطحون العلف طبعا يفيد ما فيش مشكلة تحط نسبة 15-20% لو الأعلاف عندك غالية الطمر مطحون كويس في نسبة طاقة وفي نسبة بروتين مقبولة قريبة من الضرة وفي طاقة كويسة الطمر المطحون فيعني ممكن تحطه بنسبة 15-20% على العلفة لو عندك مصدر بروتين كويس رافع بروتين العلفة لو عندك مصدر بروتين كويس رفع البروتين في العلفة مصدر بروتين رخيص فممكن تحط 20% من الطمر بيخفض من السعر و episodes وبيرفع الطاقة كويسة ولكن لو ما عندك مصدر بروتين كويس يعني رخيص بيكون غالية فبتضطر ما بتحط ما بتقدرش ترفع نسبة بروتين الطبرة مش هيرفع نسبة بروتين هتشوف مصدر تاني ترفع بيريزة بروتين عشان نما تحط منه كتير هتلاقي نفسك البروتين النهائي في العلفة ضعيف المهم هو شغال ان شاء الله في العلفة اما النسب للأسف يا اخي حسن راجع الفيديوهات عام مكونات العلف في 4 و 5 فيديوهات في القناة واحدة من مكونات العلف والمكونات العلف لأسية واحد اسمه بدائل الخامات في الأعلاف ونسبة بروتين في كل مكون بدائل مكونات الأعلاف ونسبة بروتين في كل مكون وفي واحد ازاي تعمل علفة بعد نسبة بروتين وأقل السعر ممكن وفي فيديو تاني حساب نسبة بروتين في العلف انت تكون العلفة بتاعتك انا اقول لك لو هو البروتين محتاجة متوسط لو تسمين سريع مفروض نسبة بروتين في العلفة بتاعتك بالتسمين السريع من 16% ل 18% من 16% ل 18% نسبة البروتين في العلفة بتاعتك المفروض انت بقى تكون شغلك تكون تتعب شوية التكوين بيكون بالتجربة والخطأ بتعمل نسب في الاول من دماغك وبتحسب عليها نسبة البروتين طلعت نسبة البروتين مزبوطة يبقى خلاص كده تشتغلها والسعر بتاعتك كويس لا السعر غير ممكن تغير فيها شوية وتضبط نسبة البروتين بحيث تديك سعر وبروتين كويس طبعا اهم حاجة ترجع في فيديو مكونات العلف الاساسية اللي هي الكربويدرات والنشويات والبروتين الكربويدرات او النشويات والبروتين والالياف عشان تعرف النسب بتستخدم ازاي النسب التقريبية اللي عن طريقها هتعرف تكون علفة موزونة وكويسة وانا لك عليا اكتب لي العلفة لك عليا قول لي نسبة البروتين كذا قال لي الكلام تس العلفة دي كويسة ونسبة البروتين صحيحة ولا مش صحيحة ارجع لك العلفة بس عندي مزلين لسه موردين بقالهم اربع ايام ورجليهم متل واحد ومش عارف قديلهم ايه رجليهم يعني عندهم اعاقة زي الجدي اللي عندي لو تقصد يا اخ خالد مثلا هوريك انا كده او زي ده في جدي مش فاكر فين انا كنت منزل الصورة هنشوفها لك شان بردك هوريك بالصورة ان شاء الله انلاقيه لك بسرعة لقيتها لقيتها ما لقيتها للاسف هتشوفها في الفيديو هتلاقيها اهو اهو ده لو تقصد رجليه بس ده كان بعد ما خاف ده كانت رجليه معاقب خالص في فيديو هتلاقي الصورة دي انا حاطتها للأسف طبعا هو مش موجود للأسف الصورة بتاعته مش موجودة كنت عاوز اوريك الصورة على المهم هو الجدي اللي انا ورته لك في ال اللي هو الجدي الاصبر ده فيه اللي هو اسمه اه اسمه ايه اسمه فين اللي السؤال احنا اصل اهو سؤالنا كان هنا عندي مثل اه ده ممكن يكون عنده نقص كالسيوم نيازل عنده نقص كالسيوم اللوحة اللي في رجليه ديت ان شاء الله ما تخافش بس تمسكه اهم حاجة تردعه استرسوب اهم حاجة يرضع استرسوب يوم خمسة سنطي عشرة سنطي في بقه تشربهم له كل يوم ان شاء الله في خلال يومين ثلاثة وعرضوا للشمس لو فيه شمس بس الشمس طبعا جدا في الشتاء ما فيه الشمس زخن المهمة تعرضوا للشمس شوية عشان عضمه ينشف برضك وان شاء الله خلال يومين او ثلاثة بالكتير هتلاقيه مشي كويس بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله بركاته هل الأفضل اللي غنم الكبيرة سواء خرفان او أمهات اكل خلطة العلف حب صحيح ولا متشوش مع كامل الاضافات يعني مثلا فول صوية وامح وشعير او درة بالنسب الصحيحة اللي عرفة طبعا الجرش جرش فقط بيسهل عملية الهض ويمنع نزول حبات علف سليمة في الفضلات طبعا راجع في فيديو انا عامله نزول بعض العلف في فضلات الاغنام ليك اكتر من سبب بس من ضمنها عدم جرش الحبوب ولكن ممكن تأكلها سليم وما يحصلش حاجات تانية يعني معها بس احنا بقوله جرشها مش طحنها يعني تكسر فقط لغير تتكسر الغنب بطبيعتها بتفضل العلف الخشي الحب بتفضل الحب ولكن هنا بيتم تكسيره كسر فقط الحب بتتكسر جرش عشان تسهل جرب انت جيب كيلو درة حب سليم وحطه في مية في لتر مية وجيب كيلو درة متشوش وحطه في لتر مية شوف انه اللي هيشرب المية الاول مباشرة ما بياخدش وقت بسرعة في ربع ساعة هتلاقي الكيلو المتشوش درة متشوش شرب المية والتانية هتلاقي الحب لسه نشفة عوزالها 3-4 ساعات الغلافة الخارجية للحبة بيصعب مرور المية وصول المية لها بسهولة بتاخد وقت هو ده وقت الهض هنا ده بمجرد بدخل في السوائل في الكرش بيمتص السوائل وبيتم بيطرى وبيتم عملية الهض اما الحب السليم بتاخد وقت اطول فيحنا محتاجين للخروف يأكل بسرعة اكبر كمية علف ويهضم بسرعة عشان يأكل تاني عشان يحول تاني فهو المتشوش افضل ولكن الاعم حوال شغير حواباته صغيرة يعني برضك بيتاكل كده لو عارفته تجرشه جرشته مية مية ما جرشتوش برضك شغال مفيش مشكلة بس طبعا هو الافضل تجرشه كسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس انا عن نفسي ما بجرشوش برضك وكنك عن نفسي ما بجرشوش ان طبعا يعني مفيش عشان يديش وهيبقى ناعم والغير ما بتحبش الناعم بالنسبة الامح والشعير لكن الضرة لازم بتشوش ابيأكلهاش حب لكن الامح والشعير لو عني انا بأكله سليم بس في حاجات تانية بتبقى معاه عشان الالياف تتام بالالياف تتام بالخميرة تتام بحاجات تانية عشان خاطر توقف ان ما ينزلش الحب الشغير او حب الامح ما ينزلش في الفضلات السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم كيلو ينزل وزن النعجة بعد الولادة السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته السوائل اللي بتنزل بطنها بتكون ملينا قد كده سوائل بتنزل كمية سوائل كبيرة ما تقلش عن 3-4 لتر وزن الجنين كل ده يعنيها في حدود 8 كيلو و 10 كيلو على حسب حجم الجنين وحجم المياه اللي في الجنين لان فيه نعاج مثلا او معي فيه نعاج بتبقى بطنعة كبيرة فيها سوائل كبيرة وفيه نعاج بتبقى مش باين فيها الحمل ولدته مش باين كانش باين على الحمل السوائل قليلة والمولود كان قليلة فاتختلف لكن هيقول من 5 إلى 10 كيلو كم يشرب ماء يومي الكبش والنعجة على حسب نوع الأعلاف على حسب نوع المرعى يعني لو بطرع على أعلاف جفة تختلف عن لو بطرع على مراعي خضرة بطرع على مراعي جفة بتشرب أكتر من مراعي الخضرة طب مراعي الخضرة ممكن ما تشربش خالص لو خضرة كويس تشرب حاجة بسيطة جدا ممكن ما تشربش لتر مية في اليوم أما لو بطرع على مراعي جفة على أتبان جفة أعلاف جفة راجع لنوع المادة الملقة برضك مثلا عرش السوداني عندنا هنا في مصر ما بيشربش قد كده زي تبني الرباية تبني البرسيم تبني البرسيم بيشرب مياه بكمية رهيبة كبيرة يعني النعجة ممكن تشرب خمسة كيلو مياه في اليوم لو بتاكل تبني برسيم لو نعجة واسعة كبيرة نعجة أمهات كبيرة ممكن تشرب خمسة كيلو مياه في اليوم ستة كيلو لو بتاكل تبني برسيم كتير احنا نقوله في المتوسط في المتوسط اذا شرب لها في حدود 2-3 كيلو في اليوم يقل ويزيد 2-3 لتر يعني لتر هو كيلو يعني اذا طعامت الكبشة والنعجة كل يوم فقط 3% من وزنهم تبني وليس علف كم سيرتفع وزنهم يومي امس وينخفض لا طبعا 3% مركز هو اللي بيرفع انما 3% يتبان لقا طبعا النعجة ممكن تاكل ممكن تاكل 5% اعتبان 6% اعتبان عشان تحافظ على وزنها وطبعا راجع لنوع التبني انت مش ذكر لنوع التبني ايه لو توصل تبني ابيض فلقا طبعا دي هتخس يعني في اليوم هتديها كيلو ونص تبني ابيض فقط لو هي 50 كيلو لا هتخس طبعا مش هتزيد مش هتحافظ على وزنها حتى هتخس على الاقل 1% مركز و 3% تبني تبقى يعتبر محافظة واذا كان في زيادة تبقى زيادة ضعيفة هلو هناك مشكلة في حال ابقاء الخرافة عدد طبعا مراجع لنوع المدنة الملأة انت ممكن تأكل برسيم اللي هو برسيم اخضر او دريس حجازي لا هو يعتبر تغذية الوحدي انه عاجه هتحافظ وهتزيد ان شاء الله اكل لحد الشبع مش 3% الاتبان وابتعمل شبعها بنزل بتعمل بقى الحد الشبع هل هناك مشكلة في حال ابقاء الخرافة عدد 100 داخل حزيرة مساحاتها 120 متر بارتفاع 4 متر لمدة 4 شهر متتالية لحين انتهى دورتها وبيعها عندما بدنا الحزيرة تحتوي على 4 شبابيك في اعلى الصقف هل نحتاج شفاط لزارة الغزاة عندما بدنا هناك شبابيك عنوية بالحزيرة مش هتحتاج شفط الريحة قد ما تحتاج نظافة الحزيرة تحتيهم بمعنى 100 خروف 120 متر يعني الخروف ليه 120 سنطي وهو صغير هتبقى الأمور تمام 100% عمر يعني انتهى عمر 3 شهور 4 شهور 5 شهور ايبا تمام اخر شهرين او اخر شهر بالخص سيحصل ازدحام شوية للاغنام المشكلة هنا هتبدأ النظافة الدورية تحتيهم بمعنى الفرشة لو هي الارض خلصانة وتفرش فرشة تحتهم هيصبح الفرشة بتتبل وريحة الامونيا هتظهر جامد هتضطر تجريف باستمرار يعني كل 5-6 يعني اول ما تتبل الفرشة هتحصلها بلل وريحة الامونيا تظهر ياما الشفاط هتشفوط رحة الامونيا ولكن الفرشة مبلولة مش هينشف الفرشة تحتهم لو عملت الشفاط هتشفوط رحة الامونيا لكن الغنم هتقعد على بلل ارض مبلولة من البول بتاعهم والفضلات فبالتالي تحتاج نظافة وقت ما الفرشة تتبل خلاص بيتم جرفها وتفرش فرشة تانية ده بالنسبة لدي المساح ممكن تخلي الميت خروف في 100 متر كمان مش 120 بس أنا بتوقف على أعمال النظافة هتاخد شغلة نظافة أكتر شكرا استفدت كتير من الفيديوهات الإجابة بما رأي حضرتك في البونيكام مقارنة بين البرسيم والدرة والله للأسف أخ صافي البونيكام معرفوش ما جربتوش لازم تسأل ناس مجربا لازم تسأل ناس مجربا البونيكام أنا ما جربتوش مقارنة البرسيم والدرة ما عنديش أي معلوم للأسف يعني ما قدرش أفيدك فيها لازم تسأل واحد جربا ممكن رقم فونك والله أنا كاتبه كتير يعني الواحد ما يتعبش نفسه لو دور في أي مكان هلاقي رقم التليفون كتير رباني جزيك خير يعني أسأل أبرك فيك لو سمعتها مش مهندس معدل زيادة الجديان أوزان من 10 إلى 18 يعني المفروض تكون أوزانهم كام في فترة 6 شهور معلف 18% بروتين معدل زيادة الجديان لو جديان كويسة مثلا كجديان برقي دي أنا سمعتها واشتغلت عليها مرة وكجديان نظيفة وكويسة تديك من 5 إلى 6 كيلو في الشهر مع العلفة 3% وعلفة 18% متوسط الدني 5 كيلو في الشهر كان معي حوال 12 جدي برقي ومشاء الله كانوا حلوين شبعان اللبن ومصبوطين علفة دم كانوا كويسة ما شاء الله الدنيا في حدود الخمسة كيلو كمتوسط خمسة كيلو في الشهر فرجع طبعا للجديان بتاعتك الجديان متأسسة وشبعان اللبن ونوعها إيه فلو هي برقي أو شامل مفروض ما يديكش أقلي من 5 كيلو ما يديش أقلي من 5 كيلو أما عاد تكون برقي أو شامي بس جديان ضعيفة ماشي بعدش لبن هزيلة مش متأسسة في أموكن ما تلاقيش اللي 2-3 كيلو في الشهر فرجع الجديان تكون كويسة الجديان متأسسة جزاك الله وقرر لكن إزاي بيتم تسويق الخرفان بعد كل دورة لا التسويق ده هو اللي بتاخده أنت الخبرة بتاعتك الخبرة إن الناس تكلم جيرانك وتكلم حبيبك وتكلم قريبك وتعرف الناس إن عندك خرفان من وينت لسه شار الخرفان وبعد كده ممكن تنزل السوق تبيع في السوق ممكن تبيع على النت يكون عندك صفحة وتبيع لو عملت صفحة على النت لازم من أول ما تجيب الخرفان تعمل دعاية وتعمل العلفة بتاعتك إزاي بتأكل وإزاي بتطرع الغنم وإزاي وإزاي عشان الناس تبقى متابعك وبيحس أول ما الغنم بتاعتك تكبر يبقى الناس متابعينها في مراحل النمو وتعرض للبيع تلاقي زبون مستنيك في حاجات كتير طبعا ما بتجيش غير بالخبرة بالممارسة مش هتيجي بالكلام في النقاء طبعا يا أخ سعود أنا هنحاول نرد على سؤالك دلوقتي نحن أخذها 44 دقيقة ماشي على المهم هننهي الفيديو كده النهاردة وبعد كده الأخ سعود هنحاول نرد عليه دلوقتي بإذن الله في النهاية طبعا متنساش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته